صعد الله وأقاتكم مشاهدين هذه نشاتنا من العاصمة فأهلا وسهلا بكم الرئيس الأمريكي جو بايدن شدد الخميس على أن النظام يجب أن يسود في ظل الاحتجاجات التي تشهدها الجامعات في الوليات المتحدة على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة قال بايدن أن لا مكان لمعادات السامية في الجامعات الأمريكية يأتي ذلك فيما اعتقلت شرطة الأمريكية محتجين مؤيدين للفلسطينيين في جميع الجامعات أو في الجامعات بجميع أنحاء الوليات المتحدة لسيما جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس أمام الحراك الطلابي المتصاعد على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة وتدخل قوة إنفاذ القانون لفك العديد من الاعتصانات في الجامعات الأمريكية خرج الرئيس الأمريكي جو بايدن عن صمته قائلا إن الأمريكيين لهم الحق في الاحتجاج لكن ليس في إطلاق العناني للعنف إذن لدى الأمريكيين الحق في الاحتجاج ولكن ليس لديهم الحق في إثارة الفوضى للناس الحق في الحصول على التعليم والحق في الحصول على الدرجات العلمية والحق في السير عبر الحرم الجامعي بأمان دون خوف من التعرض للهجوم بايدن أكد في خطاب متلفز من البيت الأبيض على أنه لا يجب أن يكون ثمة أي مكان في أي حرم جامعي في الولايات المتحدة لمعادات السامية لا ينبغي أن يكون هناك مكان في أي حرم جامعي ولا مكان في أمريكا لمعادات السامية أو للتهديد بالعنف ضد الطلاب اليهوديين لا يوجد مكان لخطاب الكراهية أو العنف من أي نوع سوى أن كان معاداتا للسامية أو الإسلاموفوبيا أو التمييز ضد الأمريكيين العرب أو الأمريكيين الفلسطينيين خطاب بايدن جاء عقب أن نفذت الشرطة الأمريكية حملة اعتقالات طالت عددا من المحتجين المؤيدين للفلسطينيين بالجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة خلال الليل لا سيما في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس حيث كان حجد يضم أكثر من ألف شخص يعتصمون في الحرم الجامعي وأزالت الشرطة الحواجزة وبدأت في إجلائهم بعدما رفض مئات منهم أوامر بالمغادرة وشكل بعضهم سلاسل بشرية حينما أطلقت الشرطة قنابل ضوئية لتفريق الحشود يذكر أن مخيمات المتظاهرين الذين يطالبون الجامعات بوقف التعاون مع إسرائيل أو الشركات التي يقولون أنها تدعم الحرب في غزة انتشرت في أنحاء الجامعات على مستوى الولايات المتحدة في إطار حراك طلابي غير مسبوك خلال هذا القرن معنا من واشنطن مرسل الحرة هشام بوران نقف معك إذن هشام على وجهة نظر الرئيس بادن حول هذه الاحتجاجات التي أسهب في الحديث عنها اليوم وطبعا كانت التصريحات الأكثر تفصيلا من الرئيس الأمريكي منحت الصوت والصورة لبيانات نسبة الرئيس الأمريكي من متحدثين في البيت الأبيض بلسانه على مدى الأيام الماضية منذ اندلاع هذه الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية البيت الأبيض حتى لا يفضل ترك المسألة تحت سيطرة وتحت مسؤولية السلطات المحلية في الولايات وإدارة هذه الجامعات الرئيس الأمريكي في ختام هذه الكلمة وردا على سؤالين بسيطين الرئيس الأمريكي أجاب بلا للسؤالين بما يلخص موقف الرئيس الأمريكي السؤال الأول كان إن كان الرئيس الأمريكي يعتزم نشر قوات الحرس الوطني كما يطالب بعض الجمهوريين وتفعيل صلاحياته الفيدرالية في هذا الشأن أجاب بلا ثم سئل إن كانت هذه الاحتجاجات وهذا الحراك سيغير وسيؤثر على سياسته في الشرق الأوسط أجاب بلا وتبعا هو رد على عدد من مطالب هؤلاء المحتجين التي طبعا كانت القاسم والخط الرابط بين هذه الاحتجاجات من مشارق ومغارب الولايات المتحدة وهو المطالبة بسحب الاستثمارات في أي شركات لا علاقة بإسرائيل أو الجيش الإسرائيلي والمطالبة بوقف إطلاق النار وأيضا العفو عن من اعتقلوا وتوجه لهم تهم وإجراءات عقابية من تأديبية من جانب تلك الجامعات الرئيس الأمريكي حاول أيضا من خلال هذه الكلمة المقتضبة أن يوضح ذلك الخط بين حريات التعبير كما يكفلها الدستور الأمريكي الحق في التظاهر لكن بشكل سلمي لأنه في نفس الوقت يقول الولايات المتحدة ليست دولة استبداد لكنها أيضا ليست دولة تسمح بانتهاك القوانين وبالتخريب الممتلكات وبالمضايقات على الأقليات داخل الجامعات الرئيس الأمريكي وضع فرقا بين حق التظاهر وسيادة القانون والعدم وجود أي حق يكفل إثارة الفوضى في هذه الجامعات الرئيس الأمريكي كان موت كافيا بإدانة العنف والمضايقات ضد المسلمين ممن يحملون شعارات الإسلاموفوبيا والكراهية للمسلمين وأيضا معادات السامية داخل هذه الجامعات سواء عبر الخطابات أو الرموز أو اليافطات أو السلوكيات التي تكاترت التقارير بشأنها ضد بعض الطلبة اليهود في عدد من الجامعات الأمريكية البيت الأبيض أيضا يخرج الرئيس الأمريكي ووضع الرئيس الأمريكي ليخرج في هذه التصريحات اليوم ردا على الضغوط ليس من الجمهورين فقط بل أيضا الديمقراطيين الذين يريدون من الرئيس الأمريكي أن يتحدث بشكل مباشر وصريح وواضح حول موقفه بشأن هذه المظاهرات الرئيس الأمريكي شجب بعض المحاولات لتسييس ما يحدث لا سيما الجمهوريين يتهمون البيت الأبيض ويتهمون الرئيس الأمريكي بأنه يريد أن يكسب الطرفين في نفس الوقت لا يريد أن يدين المظاهرات رغبة في الحصول على أصوات الشباب وفي نفس الوقت لا يريد أن يظهر على أنه يشجع أي سلوكيات فيما يتعلق بمعادة السامية هذا البيانة اليوم هذا التصريح من الكلمات الرئيس الأمريكية اليوم جاءت لتوضيح موقف الرئيس بشكل صريح ومباشر على لسانه شخصيا شكرا لك شام برار مراسل الحرة كنت معي مباشرة من واشنطن نتابع إذن تطورات مشاهدينا هذا الموضوع معنا من جامعة كاليفونيا في لوس أنجلوس مراسل الحرة ناصر عبد الحق ناصر أهلا بك جامعة كاليفونيا في لوس أنجلوس الليلة الماضية لربما شهدت أعمال عنف كانت خطيرة تأخرت فيها قوات الأمن واستعجب الجميع بأن تتأخر تلك القوات مدة ساعة أو أكثر من ساعة ونصف تقريبا حتى وصلت لفضل اعتصامات واشتباك جرى ما بين المحتجين أو المتظاهرين في ساحات الجامعة وحتى من تدخلوا لفضل هذا الاعتصام من المناصرين إذن لإسرائيل المشهد كيف يبدو ما بعد هذه الكلمة أو الحديث الذي تحدث فيه الرئيس بايدن عن ما يجري من احتجاجات وتظاهرات في تلك الجامعات وأيضا حتى موضوع الاعتداءات على المرافق العامة كيف استقبلها المتظاهرون؟ نعم في الحقيقة هناك بداية أود أن أشير إلى أن هناك بعض الناشطين الذين كانوا مشاركين ويقيمون داخل هذا المخيم وسط جامعة كاليفورنيا كان قد أفرج عنهم وكانوا من بين المعتقلين المائة واثنين وثلاثين الذين تم اعتقالهم أثناء اقتحام رجال الشرطة لحرم الجامعة وقالوا بأن كل ما تدلي به إدارة الجامعة والجهات الرسمية من أن هناك عنف من طرف المتظاهرين أو المحتجين أو المناصرين من فلسطينيين لا وجود له في الحقيقة وأن كل اعتصاماتهم واحتجاجاتهم هي في طبيعتها السلمية وقالوا بأنهم كانوا يوجهون نداءات لرجال الشرطة بأنكم أين كنتم عندما قبل أيام هاجمنا المؤيدون لإسرائيل بالعصي وبعض الناجطين من طرفنا قد ذهبوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج أين كانت الشرطة ورجال الأمن في ذلك الوقت لكن الطلبة يبدو أنهم مصرون على استكمال نشاطهم وحركتهم الطلابية في معارضة أو لتحقيق نقطتين أساسيتين والآن زادت هذه النقاط لتصبح ثلاث نقاط النقطة الأولى هي وقف العدوان على غزة ودعم الشعب الفلسطيني النقطة الثانية هي وقف جامعاتهم من تمويل واستثمارات تتعلق بشركات إسرائيلية من شأنها أن تدعم الحرب على غزة أما النقطة الثالثة وهي نقطة ظهرت عديثا وهي معارضة ما يجري في هذه الجامعات ويعني الشعور بالقلق من تدخل السلطات ورجال الأمن في فض هذه مثل هذه الأطفالات داخل الجامعات خصوصا في جامعات كاليفورنيا حيث يعتبر الطلبة أن هذا حق لهم يضمنه الدستور الأمريكي والقانون الأمريكي نحن الآن نقف هنا في جامعة إيرفاين هذه الجامعة أيضا التي شهدت اعتصاما منذ ثلاثة أيام لدعم الفلسطينيين في الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة وهم كما تشاهدون خلفنا يقرعون الطبول ويهتفون بهتافات مطالبة بوقف هذه الحرب ودعم الشعب الفلسطيني في مهنته وأيضا في نفس الوقت ويدعمون رفاقهم في جامعة كاليفورنيا ويطالبون السلطات بمنحهم فضاء للحرية أكبر للتعبير عن آرائهم شكرا لك ناصر عبدالحق مرسل حرة كنت معنا مباشرة من لوس أنجلس ننتقل إلى شيكاغو وأيضا نسأل نفس السؤال ينضم إلينا أمجد المالكي من جامعة شيكاغو في إلينوي أهلا بك معي أمجد نفس السؤال يعني كلمة للرئيس بايدن تصريحات تحدث فيها إذن عن هذه التظاهرات وأوضح ما يجري لا ننسى أيضا بالتأكيد ما اتخذه الكونغرس من إجراءات فيما يتعلق بموضوع تعريف معادات السامية كل هذه التطورات على صعيد سياسي كيف انعكست على التظاهرات في شيكاغو تفضل نعم يوسف واضح أن هناك فجوة كبيرة بين تصريحات السياسية الصادرة سواء كانت من البيت الأبيض أو المشاريع التي تسن في الكونغرس وبين ما نشاهده نحن هنا على الأرض وتحديدا في جامعات ولاية إلينوي الأمور هادئة لم نلحظ أي شعارات معادية لليهود كل ما نسمعه هي شعارات تندد بإسرائيل وبسياساتها في قطاع غزة الطلاب يقولون بأن تصنيف اليهود وهذا كلام الطلاب اليهود الذين يقودون الحراك في أكثر من جامعة في الولايات المتحدة من ضمنها الجامعات التي الموجودة هنا في هذه الولايات بأن تصنيف كل اليهود في خانة الإسرائيليين ومؤيدي دولة إسرائيل هذا أمر غير دقيق البتة لأنهم يعتبرون دولة إسرائيل وجزء كبير منهم يعتبرها بأنها دولة مارقة عن القانون يوسف أيضا من الأمور التي يجب أن نشير إليها في هذه المداخلة هو ما أعلن عنه سبعة أعضاء من الجسم الاستشاري لرئاسة جامعة نورت وسترن إذ قاموا بتقديم استقالاتهم اليوم احتجاجا على الاتفاق الذي أبرم مع الطلبة لأنهم يصفون الطلبة بأنهم معادين للسامية وبأن إقرار الجامعة بهذا الاتفاق هو تشجيع لمن يقومون بمعادات السامية حسب هؤلاء الأعضاء وجلهم وكلهم انصح التعبير من مؤيدي إسرائيل وسياساتها ضد الفلسطينيين هنا الأجواء هي أجواء احتجاج سلمي بالمطلق لم نشهد أي محاولات للاعتداء على أحد علما بأن العديد من الذين يرتدون الأعلام الإسرائيلية على صدورهم يتجولون بين المتظاهرين المؤيدين للفلسطين وللفلسطينيين وهم يقومون بذلك من باب الاستفزاز وبشكل واضح للمظاهرات السلمية والتجمعات السلمية التي نشاهدها على الأقل هنا في هذه الجامعة وفي الجامعات التي زرناها خلال جولاتنا السابقة أشكرك جزيلا شكر من جامعة تشيكاغو في إلونوي مراسل الحرة أمجد المالكي نتوسع أكثر في النقاش حول هذا الموضوع من واشنطن معي البروفيسور دانيل سيروور أستاذ العلوم السياسية في جامعة جون هوبكنز أهلا بك معي أستاذ سيروور التصريحات السياسية التي نراها على مختلف المحافل الأمريكية كان من البيت الأبيض اليوم من الرئيس بايدن بعد ربما نوع من الصمت أو المراقبة من الرئيس بايدن وحتى مما جاء على لسان كثير من النواب في الكونغرس وأيضا مشروع القانون الذي تم توقيعه وموافق عليه في الكونغرس هل سيخيف المتظاهرين والطلبة وسيردعهم عن هذه التظاهرات أم أنها ستستمر وقد فات القطار كلا لا أظن ذلك إن الطلاب سيستمرون بالاحتجاجات وقد يجددونها خلال المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في فصل الصيف أظن أن الرئيس ينتهج نهجا متوازنا في هذا الوضع إذ يؤكد على مشاغله لحماية حرية التعبير وكذلك حماية سلطان القانون إن حق الاحتجاج لا يعطي الحق للقيام بالعنف وتدمير الممتلكات إنما نرى في التقارير الإعلامية أن هناك الكثير من الاحتجاجات سلمية ولا يحرص فيها العنف ولا تستدعي تدخل الشرطة إن تدخل الشرطة في حرم الجامعات هو أمر يريد المرأة تفاديح ولكن عندما تظهر ممارسات مثل تدبير الممتلكات ومضايقة الطلاب وتحرش بهم فهذا أمر لا يمكن الاستهانة به ولكن هناك جهود لعدم أن تكون الأمور أكثر سوءا وهنا كيف يمكن خلق توازن ما بين ضمان حق التعبير الذي هو بند أول في الدستور الأمريكي بعيدا عن ما يجري بالأساس في الجامعات ودعني أقول منع ارتكاب أعمال عنف في ذات الوقت إنها مشكلة نواجهها كل يوم فالعنف هو عنف وليس من الصعب أن يرى المرء طلاب يقتحمون المباني ويكسرون الأبواب وفهمه على أنه عمل عنف لقد كنت في الماضي من المحتجين وأظن أن الاحتجاجات تكون أكثر نجاعة عندما تتفادى العنف والمضايقة للآخرين والمواجهة الجسدية بين الطلاب بسبب اختلاف الأراء إن الذين يقضون الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين يفهمون ذلك ولذلك ترى في الكثير من الجامعات لا تجري أعمال عنف وإن وسائل الإعلام تستقطبها فقط أعمال العنف طيب تعلم بتأكيد بروفيسور سيرور أن الرئيس بايدن نجح بانتخابات عام 2020 بفئة الشباب كانت دعم كبير له في هذه الانتخابات نحن مقبلون على انتخابات مقبلة في نوفمبر المقبل سئل الرئيس بايدن في مؤتمره الصحفي اليوم إن كان هذه الاحتجاجات ستدفعه لتغيير سياساته في الشرق أوسط أكد وقال كلا لن يتغير ذلك ولن يتغير أي شيء كيف سينعكس كل ذلك على الانتخابات المقبلة من الصعب أن نتنبأ كيف سيتغير كل ذلك إن الرئيس السابق ترامب أظهر خلال حكمه دعي مان وتأييداً أكبر لإسرائيل ولليامنيين في إسرائيل أكثر مما أظهره الرئيس بايدن طبعاً الرئيس بايدن يستمر بشحن المساعدات العسكرية إلى إسرائيل إن الرئيس السابق ترامب هو الذي نقل مقر سفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس واعترف بضم الجولان إن من يتوقع بأن الرئيس السابق ترامب سيكون أقل دعماً لليامين الإسرائيلي قد لم يفهم وأساء فهم المدة التي قضاها الرئيس السابق ترامب في سدة الحكم واليامين الإسرائيلي أيضاً يوفر له الدعم السياسي والمالي إن مؤيدين للقضية الفلسطينية قد لا يرون ذلك ولكن قد يرون الفرق بين المرشحين في شهر نوفمبر خلال الانتخابات واشنطن كنت معي بروفيسور دانيل سيرور أستاذ العلوم السياسية في جامعة جون هوبكنز شكراً لك ولوقتك معنا في واشنطن أيضاً مشاهدين استمرت احتجاجات الطلاب في جامعة جورج واشنطن حيث جدد محتجون مساندون للفلسطينيين دعواتهم لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة فيما ندد طلبة مساندون لإسرائيل بما وصفوه بالعنف ضدهم والتنامي ظاهرة معادات السامية حسب قولهم شيء من التوتر شهدته ساحة الاعتصام المركزية هنا بجامعة جور واشنطن عندما أصر الطلب المتظاهرون على رفع العلم الفلسطيني في ساحة الاعتصام القائمة هنا في مقابل ذلك أيضاً تحركت شرطة المبنى الجامعي في محاولة لمنع الطلبة من رفع العلم الفلسطيني الأمر الذي أنتهى بعد أخذ ورد رفع العلم الفلسطيني في سوراتها التي طرونه الآن ولكن من دون حدوث أي تسدامات أو احتكاكات أو إصابات بين الجانبين سواء في جانب الطلبة الرافضين للحرب في غزة أو قوات الأمن الحريصة على سلسة الحركة والحياة داخل الحرم الجامعي في الجانب الآخر من المكان من مكان الاعتصام كانت هناك مظاهرة أخرى مظاهرة يقف عندها المؤيدون لإسرائيل للمطالبة بضرورة تدخل سلطات واشنطن في فضي الاعتصام القائم حاليا داخل الساحة المركزية بجامعة جورج واشنطن كما حدث في عدة مدن وولايات أمريكية أخرى هذا السيناريو الذي يطالب به هؤلاء يقولون أن المسألة تتعلق بأمان وسلامة وراحة أيضا قطاع واسع من المواطنين الأمريكيين في إشارة إلى أولئك الطلب اليهود الأمريكيين هنا في جامعة جورج واشنطن إضافة إلى أولئك الأكاديميين سواء المقيمين أو الزائرين للجامعة هنا بواشنطن إضافة إلى ذلك هناك أيضا إحساس أو تقدير من قبل هؤلاء أن الحالة الأمنية التي أوجدتها هذه الاعتصامات المتصلة دفعت بأمن واشنطن إلى قطع بعض الطرقات في محيط الجامعة حاولة للمحافظة على أمن وسلامة المتظاهرين لذلك هم يطالبون بتدخل أولا لحماية هؤلاء وتانيا باستعادة النظام القائم قبل بدء هذه الاعتصام في خطوة لافتة أيضا كان أعضاء من الكونغرس وتحديدا من الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب قد زاروا المعتصمين هنا في ساحة الاعتصام بجامعة جورج واشنطن وفتحوا حديثا مفتوحا مع الطلبة المعتصمين المطالبين إياهم بضرورة فضي الاعتصام وبصورة فورية الأمر الذي أنتهى إلى خلاف مضاعف بين الجانبين لكن في مقابل ذلك أقر أن الجمهوريون الزائرون للطلبة أن على عمدة واشنطن التدخل بصورة عازلة لفضي الاعتصام كما حدث في جامعات أمريكية أخرى لأن الأمر بات يشكل قلقا وخطرا على السيرورة العادية للحياة اليومية في محيط جامعة جورج واشنطن كما يقول مشرعو الكونغرس لذلك دعا هؤلاء عمدة واشنطن إلى الحضور إلى مبنى الكونغرس الأربعاء المقبل في جلسة مساءلة حول لماذا تأخرت العمدة في طلب تدخل الشرطة لفضي اعتصامات جامعة جورج واشنطن رابح فلالي الحرة واشنطن قال مستشار اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أن الرصيف البحرية الذي يقيمه الجيش الأمريكي لتسريع تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة سيفتحه خلال أيام أضاف كيربي أن معظم أعمال بناء الرصيف المؤقت انتهت لكن أحوال الطقس يمكن أن تؤخر موعد تشغيله بشأن المحادثات لصفقة الرهائن أفاد كيربي أن حركة حماس لم تقدم بعد ردا على مقترح صفقة تبادل الأسرة مكررا موقف بلاده الرافض لعملية برية واسعة في رفح معي من واشنطن جورجو كافيرو المختص في شؤون الشرق الأوسط سيد كافيرو أهلا بك معي إذن المرفأ المؤقت بات جاهزا تقريبا لبدء العمليات من خلاله وتوصيل أو إيصال المساعدات ولكن إلى أي مدى فعلا سيكون هذا المرفأ فعالا شكرا لهذه الفرصة يشرفني أن أنضم إليكم لا أريد أن أبدو متشائما ولكن لا أعتقد أن هذا الرصيف العائم سيكون له وقعا ناجعا هل هو أفضل من لا شيء؟ نعم ولكن علينا أن نستذكر أن هناك عوامل مختلفة ستقيد من نجاعة هذا الرصيف المؤقت في الصميم هو مواصلة إسرائيل للقصف في قطاع غزة هناك كل هذه الأسئلة ستبقى عندما يصل كل هذا الغذاء والمساعدات وكيف ستدخل هذه المساعدات وتوصل إلى مراتك المختلفة في قطاع غزة أيضا هناك سؤال حول سلامة تعامل الإغاثة خلال الأشهر السبع الماضية هناك دمار كبير وهناك أسئلة من ناحية اللوجستية في نهاية المطاف يجب فتح المعابر البرية لكي يتم توصيل المساعدات برا إن الرصيف العائم المؤقت سيفعل القليل ولن يقارن لن يقارن بالضرورة للوفاء بإحتياجات للفلسطينيين العالقين في قطاع غزة هل يعقل أن تضحي الولايات المتحدة بحوالي ألف جندي أمريكي من خلال تواجدهم على هذا المرفأ المؤقت وتتكلف 320 مليون دولار بلا أن تحصل على ضمانات على الأقل من ناحية سلامة المرفأ أو حتى إصال المساعدات للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة أو حتى سلامة الجنود من إسرائيل دعنا نكون واضحين إن إدارة الرئيس بايدن قادرة على إنهاء هذه الحرب على غزة في غضون 45 دقيقة إن اشترطوا المساعدات لإسرائيل بذلك إن القرار بعدم اشتراط المساعدات لإسرائيل هو سياسي إنه خيار سياسي انتهجه البيت الأبيض إذن إن كان هناك خطر ينبع من قصف إسرائيلي على العمال الإغاثيين والأفراد الأمريكيين فهذا اللوم سيقع على عتبة إدارة الرئيس بايدن يجب أن نكون واضحين بجلاء حول ذلك ولأكون صريحاً معك إنها خطوة من العلاقات العامة خطوة باهظة السمن جداً للعلاقات العامة وإن إدارة رئيس بايدن لا توقف الدعم للآلة العسكرية الإسرائيلية ولا سيما في وقت يتنامى فيه تتنامى المعارضة للدعم الإدارة لإسرائيل إنها مسألة البصريات أكثر من أي شيء ذات مغذى يوم أمس كان هناك تصريحات لأحد القادة العسكريين الإسرائيليين وأعتقد هو هليفي قال من شمال إسرائيل على الحدود مع لبنان أن إسرائيل تتحضر لعملية قد تكون في لبنان قريباً إذن استرجعنا وعدنا قليلاً إلى الوراء وإيران قامت برد على القصف الذي وقع على سفارتها في دمشق من جانب إسرائيل أطلقت صواريخ باتجاه إسرائيل اليوم لدينا ميناء أمريكي على بعد ميلاين تقريباً من قطاع غزة هل يمكن أن تقحم الولايات المتحدة في هذه الحرب؟ هناك تشكيك كان من بعض الأعضاء في الكونغرس وسئل أوستن من قبل عدد من النواب إن كان حصل أي هجوم أو وقع أي خطأ أو سقط أي صاروخ وأصيب الجنود الأمريكيون كيف ستتصرف الولايات المتحدة؟ وهل فعلاً حماس ووكلاء إيران في المنطقة معنية بجرد الولايات المتحدة إلى هذه الحرب؟ على الأقل كنوع من الانتقام من دعم الولايات المتحدة إلى إسرائيل؟ إن ما يجري في قطاع غزة هو حرب طال أمدها سبعة أشهر في أوقات الحرب عندما يكون المرء في مراطق نزاع يصعب التنبؤ بأي شيء هناك دائماً طابع من عدم اليقين في الحروب ولطالما تستمر الحرب هناك مشاغل مبررة حول إصابة أفراد أمريكيين يتواجدون على الرصيف المؤقت في قبالة شواطئ قطاع غزة مرة جديدة أعيد تأكيد على أنه خلال الحرب في أوقات الحرب كل شيء يكون صعب التنبؤ قد تبدأ بخطة ولأعتبارات ولذروف يتغير تتغير الخطط لا يمكن إدارة ذلك أو سيطرة عليه شكراً لك من واشنطن جورجو كافير مختص في شؤون الشق الأوسط شكراً حضر الرئيس الأمريكي سابق أو يحضر إحدى جلسات محاكمته في نيويورك بشان تزوير سجلات تجارية لإخفاء أثر مبالغ مالية تم دفعها لشراء صمت نجمة في الأفلام الإباحية يواجه ترامب خلال حملة الانتخابية أربع قضايا بينها اتهمات بالتأمر لقلب نتائج انتخابات عام 2020 والاحتفاظ بوثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض قضايا جنائية عدة تلاحق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بينها تزوير سجلات للتغطية على دفع 130 ألف دولار في الأيام الأخيرة من الحملة الرئاسية لعام 2016 لشراء صمت نجمة الأفلام الإباحية ستورني دانيلز بشأن علاقة بينهما تعود لعام 2006 وهو ما ينفيه ترامب محاكمة اعتبرها ترامب تعسفية وسورية وسماها محكمة بايدن على حد تعبيره وأكد أن مواقف القادم متناقضة وذات مصالح شخصية من الجميل أن أتمكن من القيام بحملة اتخابية في يوم من الأيام دون أن أكون في هذه المحاكمة الصورية السخيفة محاكمة بايدن كما أسميها ولكن للأسف لدينا قاد يتمتع بمواقف متناقضة للغاية ولكن بخلاف ذلك لا توجد قضية وما كان ينبغي رفعها أبدا ومع دخول جلسات المحاكمة في منهاتن بنيويورك أسبوعها الثالث حذر القاد إخوان ميرشن المشرف على المحاكمة حذر الرئيس السابق من أنه قد يفرض عليه غرامة أخرى بسبب أمر حضر النشر الذي يمنعه من التحدث عن الشهود والمحلفين وعلى الرغم من تأكيد الدفاع أن ترامب لم ينتهك أمر حضر النشر عندما قال إن هيئة المحلفين في منهاتن في أول محاكمة جنائية لرئيس أمريكي سابق تم اختيارها من منطقة ذات أغلبية ديمقراطية أشار القاد إلى أنه قد يسجن ترامب إذا استمر في تحدي حرمة المحكمة محملاً إياه مسؤولية مهاجمة الشهود والمحلفين وموظف المحكمة وأقاربهم علاناً ويعد ترامب أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة تلاحقه محاكمات جنائية إذ يواجه خطر الإدانة التي يمكن أن تصل نظرياً إلى عقوبة السجن في قضية شراء الصمت بالمال وهي واحدة من أربع قضايا يحاكم في إطارها طورات محاكمة ترامب اليوم في نيويورك طلعنا عليها بالتفصيل وللمزيد من ذلك طوني نداف مراسل الحرة طوني نعم يوسف بالواقع انتهت الجلسات منذ قليل جلسات اليوم ودعني أبدأ باللحظة الحاسمة التي شهدتها قاعة المحكمة اليوم عندما استمع المحلفون إلى تسجيل سري قام بتسجيلها مايكل كوين المساعد السابق للرئيس السابق دونالد ترامب لمحادثة أجراها معها ترامب تتعلق بصفقة أموال صامتة كانت تدفع لعارضة أزياء وبلاي بوي سابقة تدعى كارين ماك دوغل التي ادعت أنها كانت تربطها علاقة بالرئيس السابق لمدة عشرة أشهر وذلك قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية في العام 2016 هذا التسجيل وبحسب الخبراء والمراكبين أصلا في هذه المحاكمة يقولون أنه أظهر لهيئة المحلفين ارتباط وانخراط صحة تعبير الرئيس السابق بالصفقات التي كان يقوم بها مايكل كوين مساعده السابق والمتعلقة بدفع أموال مثل الأموال التي دفعها لستورمي دانيل التي تشكل طبعا المحور لهذه المحاكمة الجنائية وهذا هو طبعا المشكلة التي سيواجهها الآن فريق الدفاع عن ترامب الذي كان لطالما يحاول خلال النهار وخلال هذه المحاكمة تحديدا إبعاد ترامب عن هذا النوع من الصفقات ومحاولة إظهار أن مايكل كوين هو الذي كان مرتبط وهو الذي كان يقوم بهذه الصفقات لأنه يهدف إلى الخصول على وظيفة في البيت الأبيض وكانت له طموحات أخرى مايكل كوين ولكن ترامب حاول فريق دفاع عنه إبعاده عن كل هذه الصفقات هذه أيضا إشارة للإفادة التي قدمها كيث ديفيدسون المحامي الذي مثل دانييل ستورمي دانييل وأيضا كارين ماكدوغل في التفاوض للحصول على الأموال التي حصلت عليهما الإمرأتين خلال الفترة التي سبقت طبعا الانتخابات من أجل مقابل الصمت عن الفضائح الجنسية التي كانت قد هددت بالكشف عنها والتي طبعا كانت ستورد الرئيس السابق دونالد ترامب في هذه الإفادة تحديدا يوسف تم التركيز من قبل فريق الدفاع على إظهار أن كيث ديفيدسون هو محامي غير أخلاقي يصطاد المشاهير ويحاول أن يحصل لموكله على أموال منهم مقابل ابتزازهم وأيضا شددوا على أن ترامب لم يلتقي بكيث ديفيدسون بتاتا سوى عندما التقى به في المحاكمة في قاعة المحكمة هنا في منهات عندما بدأت طبعا المحاكمة وبدأت إفادة كيث هذا بشكل عام يعني الإطار العام لهذه الجلسات المستمرة طبعا غدا سوف تستأنف الجلسات ونحن سنكون بمتابعتها كالعادة لموفاتكم بكل جديد شكرا لك توني لداف كنت معنا مرأس الحرارة المباشرة من نيويورك أعلنت عضو مجلس النواب الأمريكي النائبة الجمهورية مارغري تالر جوين أنها ستضغط لفرض تصويتا على الإطاحة برئيس مجلس النواب مايك جونسون الأسبوع المقبل في خطوة تاتي بعد أن قال ديمقراطيون أنهم سيصوتون لإجهاض هذا المسعى وضمان عدم فقدان جونسون لمصبه مرة جديدة يستعيد مجلس النواب الأمريكي مشاهد الانقسام التي عاشها الحزب الجمهوري على مستوى القيادة ورئاسة المجلس فبوادر تكرار سيناريو الإطاحة برئيس مجلس النواب عادت لتطل برأسها من بوابة أعلان النائبة الجمهورية المحافظة مارجوري تايلور جرين عزمها التقدم باختراح لعزل مايك جونسون من منصبه بسبب دعمه الأخير لإقرار قانون تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا نائبة جورجيا المتشددة بدعمها للرئيس السابق دونالد ترامب اتهمت رئيس مجلس النواب وزميلها الجمهوري جونسون بالخيانة معتبرة أنه انضم بالكامل إلى ما وصفته بنموذج الأعمال المثير للشمئزاز في واشنطن لتمويل الحروب التي لا تنتهي لكن بالرغم من ترجيح مصادر متقاطعة عدم نجاح تايلور جرين في مسعها إلا أن شبح الإطاحة برئيس مجلس النواب السابق كيفين مكارثي لا يزال يخيم تحت قبة الكابيتول بسبب اتهام النواب المحافظين له بإبرام صفقة مع الديمقراطيين لمنع الإغلاق الجزئي للحكومة لكن هذا الأمر يبدو مستبعدا أكثر من أي وقت مضى مع جونسون إثر أعلان النواب الديمقراطيين قرارهم بالتصويت بشكل استثنائي لإبقاء رئيس مجلس النواب الجمهوري في منصبه خصوصا في ظل افتقادهم للغالبية التي تسمح لهم بانتخاب رئيس موال ومنعا للفراغ في المنصب نظرا لصعوبة التوافق بين الجمهوريين على اسم جديد هذا ولم يلتزم جونسون صمت تجاه اتهامات تايلر جرين معتبرا في بيان مختصر أن ما تقوم به نائبة جورجيا خطوة خاطئة للمؤتمر الجمهوري وللمؤسسة وللبلاد أعلنت الخارجية الأمريكية دراجة خمسة أفراد وكيانين على لائحة العقوبات على خلفية التهرب من العقوبات المفروضة على المستشار المالي لحزب الله اللبناني حسن قل أكد المتحدث باسم الخارجية أن الولايات المتحدة ملتزمة بردع وتعطيل تمويل الإرهاب وتحديد العناصر التي تساعد قالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي أن تحقيقا في غارة شنتها في سوريا في مايو الماضي توصل إلى ارتكاب خطأ في تحديد الهدف المقصود وهو قيادي في تنظيم القاعدة ما أدى إلى مقتل مدني أضاف بيان القيادة أن التحقيق خلص أيضا إلى أن الضربة تمت وفقا لقانون النزاعات المسلحة بما يتوافق مع سياسات وزارة الدفاع الأمريكية تهم البيت الأبيض روسيا بشحن النفط المكرر إلى كوريا الشمالية بمستويات تتجاوز الحدود التي حددها مجلس الأمن الدولي قال مستشارة الصلاة الأمن القومي في البيت الأبيض جوان كيربي أن موسكو شحنت في شهر مارس واحدة أكثر من 165 ألف برميل من النفط المكرر إلى كوريا الشمالية مؤكدا أن واشنطن ستواصل فرض عقوبات على كل ما يعملون على تسهيل نقل الأسلحة والبترول المكرر بين روسيا وكوريا الشمالية حذرت مديرة الاستخبارات الأمريكية أفريل هاينز من أن الصين ما زالت تقدم الدعم لروسيا في حربها ضد أوكرانيا وذلك خلال الجلسة تستماع أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ التحدي الذي أعتقد أننا واجهناه هو وجود الكثير من التركيز على عدم تقديم الصين دعما فتاكا لروسيا وما فعلوه كان محاولة تجنب ما يوصف بالدعم الفتاك وفي المقابل وكما تعلمون يتم إرسال مدافع أو نظام أسلحة كامل لبناء وما إلى ذلك إلى أوكرانيا لكن ما حدث في هذه الأثناء هو أن الصين قدمت بشكل فاعل مواد ذات استخدام مزدوج وهي سلسلة كاملة من الأدوات ذات الأهمية البالغة على المدى الطويل تساهم في إعادة تشكيل صناعة الدفاع الروسية أجرى ثكالة الفضاء الأمريكية ناسا اليوم بالتعاون مع شركة سبيس إكس مناورة لمركبة الفضاء لنقلها من ميناء هبوط ترسو عليها بالمحطة الفضاء الدولية إلى ميناء آخر بالمحطة بغرض إفساح مجال أمام وصول مركبة شركة بوينغ الأمريكية المعروفة باسم ستار لاينر إلى المحطة الفضائية الدولية قام طاقب مكون من أربعة رواد فضاء من مهمة سبيس إكس كرو ثمانية بنقل مركبة دراغون الفضائية الخاصة بهم إلى منفذ مختلف على متن محطة الفضاء الدولية استغرقت العملية بالفضاء نحو ساعتين وجرى خلالها تحويل المركبة دراغون من المنفذ الأمامي لوحدة هارموني وهو الأكثر اتساعاً إلى المنفذ الفضائي لوحدة هارموني وهو الذي يقع في أعلى الوحدة تعتبر عملية نقل مركبة دراغون ضرورية لأسباب اللوجستية فمع ازدياد عدد المركبات الفضائية التي تزور محطة الفضاء الدولية كان من المهم ضمان توفير مساحة كافية للالتحام والرسو وتوفر عملية النقل هذه المرونة اللازمة لاستيعاب المركبات الفضائية المتعددة وضمان سير العمليات بسلاسة على المحطة الدولية وكانت ناسا وشركة بوينغ قررتان مضي قدماً بإرسال المركبة ستارلاينر إلى المحطة الفضائية يوم السادس من الشهر الحالي وعلى متنها رائداء فضاء ناسا سوني ويليامز وبوتش ويل مور عقب سنوات من التأخير والعديد من نكسات الرحلات التجريبية للمركبة موسيقى